السلام عليكم طلابنا طلاب السادس 2024 نكملوا ياكم ما تبقى من حلقات السادس عدادي طبعا نحن بقتلنا حلقتين إن شاء الله هذه الحلقة والحلقة اللي هي إن شاء الله باتشب إذا بإذن الله أنزلها لكم رح تكون آخر شيء اللي هي حلقة اليوم ما تبقى من اليونت الثامن ونأخذ إنشاء اليونت الثامن وحلقة غدا رح نأخذ بها القصة الأدبية اللي عبرناها اللي ما أخذناها اللي هي بقت وحيدة وما كملناها زين وإن شاء الله يا ربي اللي هي قصة ما اسمها الكناري وإن شاء الله أربي التوفيق لكم وللجميع إذن هسا نبدأ على بركة الله بس دقيقة الحاسبة شكلت ثواني طبعا عدي وصلنا لهاي الصفحة اللي هي كوريوس الصفحة 56 بالملزمة خلصتناها ما عدنا بشي يعني ما بها شي هاي تمارين ما لإفشار طيحة لإناها ورشحنا لكم ذني الثاني والثالث رح يجن بالامتحان تمارين الثاني والثالث المثال هذا أقل العفو المثال الثاني والمثال الثالث بهذا التمارين مزيلا هسا نكمل الباقيات أهلا ياكم طلاب الصفحة رقم 56 خلصناها اللي بها تمارين ما لإفشار طيحة وحلناها بالحلقة السابقة هسا نكمل الصفحة 57 عدي هاي الكلمات شوي أحتاج أعرف أقراها وأعرف معناها لأن تفيدني عدي هاي أول وحدة كوردينييسر اللي هو منسق ثاني وحدة كواليتي جودة رابع وحدة اللي هي العفو هاي ثالث وحدة اللي هي بلانر مخطط أو منظم رقم أربعة منتر اللي هو منتر اللي هو مراقب ورجوليشنز اللي هي أنظمة أو قوانين يفرر يفرر القانون بالعادة رابش نفايات وويلد لايف أو وايد لايف الحياة البارية ريفايناري اللي هو المصبع أو عادة تدوير بن اللي هو شون ما نقول سلة أو صندوق وعدك الجينيريشن الجيل وعدك بارتسبيت يشارك لاندفيل ما كب النفايات انسنوريت اللي هي محرقة وسامبل اللي هي نموذج مو سمبل أكو سمبل وأكو سامبل سامبل هاي نموذج يعني في عينة طبعا اللي عدي هاي قطعة هاي تجعل شكل توصيلات هذني الفوق اللي بالأرقام توصلهن ويذني جوه اللي لونهن أخضر هاي موجود عذاكات تموين بالكتاب اتلعليك بس توصل مسألة جدا بسيطة عدي هاي نقطة رقم واحد يعني نقدر نقول مدير الصحة والسلامة البيئة مدير الصحة وسلامة البيئة ويا من أوصله اكيد هذا شي سوي مدير الصحة وسلامة البيئة هاي جملة طلاب اللي بيها يتأكد يعني يتأكد ان المصانع تتبع قوانين وأنظمة السلامة حتى تخلي الناس يعيشون والبيئة كذلك تكون صحية والناس يعيشون بصحة جيدة إذن هذه وظيفة الهيلث سيفتي هو مدير 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 بيئة سيفتي للأمان والهيلث الصحة يعني هذا المسؤول عن الصحة خاصة ذول المطاعم مرات أكلهم يكون منظيف هذا اللي مفتش الصحة بالأجانب يفتعوا على المطاعم أي مطعم يشوف عليه أي ملاحظة مو حلوة شغلة مو نظيف مباشرة يغلق على موت سلامة الناس وصحتهم فنوصلها ويتأكد المصانع سواء كان مصنع أو مطعم أي فد معمل إنتاجي للأكل مصانع العصير وغيرها إنها تتبع أنظمة السلامة حتى تحافظ عن الناس والبيئة هي صحيات بعد شعدي هذا المثال الثاني اللي هو منسق إعادة تدوير النفايات يعني منسق النفايات شغلة شنو هذا؟ هذا شغلة يعزل النفايات يخليها بأماكنها المناسبة حتى يودي كل جزء معين المعمل الخاص حتى يتم إعادة تدويرها يعني يعزل الجزجاج واحد البلاستيك واحد فهذا شنو شغلة هذا؟ هذا شغلة يا أعزائي هو يشجع الناس أوصلها ويهذه حتى يففزون نفاياتهم ربش نفايات يعني إعادة تدوير النفايات فتوصل هاي الكلمة ويهذه الكلمة مسألة جدا بسيطة والله ما بيهفت شي يعني هسا أنا عبد أختصر الكياها هسا احنا حتى خاف بالتضعيف بالمعنى هنا مو أكو health صحة توصلها ويه هاي الجملة اللي بيها health هاي هاي الجملة اللي نهايتها كلمة healthy health بhealthy يعني مسألة جدا بسيطة هنا لين عندك أكو recycling يعني إعادة تدوير دائما تجوين نفايات فأوصل هوية الجملة اللي احتوت على كلمة rubbish rubbish يعني نفايات إذن recycling coordinator منسق النفايات يشجع الناس حتى يففزون نفاياتهم يعطي الناس معلومات حول أين يضعون الزجاج plastic and paper products والبلاستيك وكذلك الأوراء منتجات الورقية زين فإذن بشكل عام هو اللي يوجه الناس شلون يففزون نفاياتهم بعد منعدي water quality planner يعني planner اللي هو شو مثل منقول منظم جودة المياه شنو شغل هذا منظم جودة المياه هذا monitors the quality of water يعني يراقب جودة المياه investigates يحقق investigates pollution investigates pollution يحقق في أسباب التلوث problems يحقق في مشاكل وأسباب التلوث and looks for solutions ويبحث عن حلول دائما يراقب جودة المياه يشوف الناس والشعب شون الماء دايشوب ونظيف ونظيف الصوش مين التلوث مين دايشيب الماء شنو سببه ويعالجه إذا كان أبو معمل مقصر يغلق المعمل مالته شغلهم واتب قابله مثل عافيه تايه بعد شعدي عندي هنا park ranger park ranger اللي هو حارس الأمن مع المتنزه مع الحديقة هذا يا أعزائي خصة بحديقة الحيوان يصحوا لحارس الأمن بحديقة الحيوان شبي collects يجمع information معلومات about animals حول الحيوانات in their natural habitats في بيئاتها أو مواطنها حتى يعرف هي اشتاكل وش رون تعيش شن البيئة اللي تناسبها وشي سوي enforces laws for protecting them ويفوض القانون لأجل حمايتهم يعني لازم بيدا سلاح حتى يحمي هاي الحديقة اللي هي مع الحيوانات ويطبق القانون على موض يحميها واللي هنا نكون خلصنا هاي التوصيلات اللي بليونة الثامن ونكملوا ياكم طبعا طلاب هاي الصفحة تركوها هاي خرط ما بيهفت شي مهم هاي بالمزة ما تركوها ما كده عاي تقرون بيه شي ما بيهفت شي مهم إذن هاي الصفحة أنا ياكم نعبره المن نتوجه نتوجه للصفحة 59 عدي هاي إسقاطات كلش مهمة يعني لازم تجي واحدة من عدهن آه يعتبروها مرشحة واحدة من عدهن راح تجي بالامتحان يلا ركزوا إياي باعتبارة فشان محذوف اليوم التالي صار لفترة فأكيد راح يجيبوه من عده أول كلمة هي buried يعني تدفن wisely بحكمة limit يحدد أو يقلل replace يستبدل renewable متجددة deforestation اللي هو التصحر spoil يفسد essential أساسي regulations اللي هي أنظمة السلامة زين يلا داي قول if the fire continues continues يعني استمر many species of animal will disappear العديد من أنواع الحيوانات سوف تختفي شوف باو لقيت هنا animal حيوانات ولقيت disappear تختفي شنو اللي يخلي الحيوانات تختفي أكيد هو deforestation اللي هو التصحر إذن أنزل كلمة deforestation بهذا الفراغ فنقول if deforestation continues إذا استمرت التصحر وبالانتشار زين many species هاي ممكن تجي أيضا اسقاطات species العديد من أنواع of animal الحيوانات وال سوف شنو هاي أيضا ممكن تجي اسقاطات يعني تجي اسقاط هاي الكلمة disappear ممكن يشيلها ويخليها بالصندوق والspecies أيضا ممكن يشيلها يخليها بالصندوق يعني هو يشيل وحدة من هذا السطر low species أنواع low disappear تختفي low deforestation اللي هي التصحر وحدة معدنين يشيلها سوى شال deforestation مرة يجدت بالوزار يشال لك disappear مرة قديمة فرجاء انتبه يعني لازم الجملة تفهمها المثال اللي بعده scientists العلماء are finding ways يبحثون عن طرق دائما العلماء الطرق يدورون عن شنو يا طرق لأجل شنو لأجل فراغ الضرر على البيئة إذن يدورون على طرق لأجل شنو بهذا الفراغ شننزل ننزل كلمة limit يبحثون عن طرق لتقليل limit تقليل تقليل شنو damage اللي هو ضرر ما أخذيها بالإنشاء ماليونة الأول ما سجار damage يؤذي أو ضرر زين تسبب ضرر damage يعني يؤذي أو يضرر زين إذن هما يبحثون العلماء شبيهم دائما تنزلوا ياهم كلمة limit يقللون damage or ضرر to the environment إلى البيئة يعني يبحثون عن طرق حتى يقللون نسبة التلوث اللي يصبح بالبيئة بعد wind اللي هي رياح وهنا أكو عدي energy طاقة يلا بعد هنا عدي we have to follow يجب أن نتبع a lot of safety فراغ safety أمان إذن إش أنزل أنزل regulations اللي هي أنظمة السلامة أو أنظمة الأمان أو قوانين السلامة أو أنظمة الأمان شو ما سميها سميها أنزلها هنا حتى أقلل يجب أن نتبع كثير من أنظمة السلامة at work في العمل بعد هنا we need to فراغ نحن يجب فراغ the trees الأشجار that are cut down والتي يتمقطعها لازم نسوي لها الأشجار التي تنقطع لازم نسوي لها replace يعني نستبدلها يعني الشجرة التي تنقطع لازم نزرع على أحد مكانها وإلا التصح سيقضع العالم كله فإذن نقل لها replace نستبدل الأشجار التي تقطع لازم نستبدلها ونجيب غيرها أو نزرع غيرها بشكل أدر we need to use the earth resources نحن يجب أن نستخدم we need to نحن يجب use نستخدم the earth earth اللي هو الأرب earth's resources هاي أس التملك يعني موارد الأرب لازم شون نستخدمها أنزل الكلمة wisely العفو wisely يعني بحكمة مصادر الأرب لازم شون نستخدمها مثل النفط وغيرها لازم نستخدمها بحكمة إذن أنزل wisely اللي هي هذه هذه بحكمة أنزلها بهذا الفراغ لما نلقي earth's resources earth resources يعني مصادر الأرض لازم شون تستخدم بحكمة أحسنت عدي هسا المثال السابع المثال السابع دي يقلك it is فراغ that something is done about the destruction of the rainforests طبعا انتبه لازم نفهم الجملة هنا ننزل كلمة essential essential يعني أنه شيء أساسي هاي essential أساسي it is essential إنه شيء أساسي that something is done إنه يجب أن يوضع حد حد إلما about the destruction of the rainforest حول استمرار تدمير الغابات خصة الغابات المطيرة اللي دائما تمطر ودائما بها أشجار والشركات جاي تدمرها شون تدمرها تقطعها وتحولها خشب وتبيعها في مرات القطع الأشجار بإسراف يعني يعود بضرع فإذن it is essential إنه من الأساسي إنه شنو that's something إنه لازم أكفة شخص ما أو شيء ما is done يجب أن يتم يعني أكفة شخص لازم يوضع أحد لهاي الشركات يقول يا بش دس سوانتو تدمروا من الغابات مو صحيح هذا شيء فإذن ننزل essential بهاي الجملة waste or is often burnt waste اللي هي النفايات is often burnt إنها غالبا تحرق or أو فراغ أو شنو أنزل لها كلمة buried اللي تدفن ممكن يجي لسقاط مو buried ممكن يجي burnt واحدة من عدة تيجي لسقاط لو burnt يشيلها لو buried يشيلها فتمنشوف burnt تحرق وشوف waste نفايات إذن راح تنزل كلمة buried اللي هي شنو اللي هي تدفن إذا لأ هاي جابك فراغ وشوفت buried تدفن ولقيت waste نفايات إذن هي قطعا تحرق burnt فهنا لازم الكلمتين سووية waste النفايات ومرات waste هي يشيلها يخليها فراغ فانتبه لأن ثلاث حالات ممكن يجي نسقاط هنا طبعا عدي الشاسم wind farms اللي هي يعني ما سلحون هندن توبينات الرياح أو حقول الرياح وبعد الفراغ لاندسكيب لاندسكيب المنظر الطبيعي للأرض هاي التوبينات مع الرياح المراوح العملاقة اللي صارب المزارع شا سوى لهاي لاندسكيب اللي هي المنظر الطبيعي للأرض تفسدها مو تفسد شكلها لأن هذا الشي هم اللي يعتقدون بين القراويين اللي قاعدين يمها فإذن أنزل بهذا الفراغ تفسد هذي بالفراغ الأخير إذن من ألقى منظر الطبيعي للأرض صارب بعد الفراغ إذن بالفراغ شا نزل أنزل مباشرة بدون تفكير معناها تفسد إذن شبيه الويند فارمز اللي هي توبينات الرياح تفسد المنظر الطبيعي للأرض أو المنظر الطبيعي الزرع والبساتين وغيرها هنا نكون خلصنا هذه الأسقاطات طبعا طلابي يعد هذا التمرين المرات يجي توصيلات ومرات يجي مكمل معنا فلازم تدخل يهند كل مهمات طبعا يعني هسا يجي على شكل توصيلات عدك كلمات فوق توصل هن ويرن الكلمات اللي كل وحدة هم فراغ فيقلك هاي الكلمات تنزل بهذا الفراغ هاي عدك هالشكل بالكتاب بس شون يجي توصيل كلمات على يمين وكلمات على يس وتوصل بين ات أو كلمات فوق وكلمات جو وتوصل بين هذا أكثر شي توصيل بس أخاف احتمال يجي بل مكملات معنا شون يعني مكملات معنا يعني يطيق Park ويسوي Park Ranger Park Ranger جيبها حتى يكمل معناها فأنت هنا كون حافظها يا عزيزي يعني حافظها حفظ على اسمك Resource Natural Resource يعني مصادر طبيعية أو مصدر طبيعي إذن هسا إذا كتوصيلات شون نوصل طبعا هاي Park تاخذ كلمة Ranger هذية حتى تصرف شنو حارس الحديقة وعدك Natural تاخذ كلمة Resource فصرف Natural Resource هاي الحلول كلها جوا Park Ranger بعد عدي شنو نقطة رقم ثني اللي هي Energy Source طاقة مصدر طاقة شن نقول عليها Renewable متجدد أنزلها هنا فأصير Renewable Energy Source مصدر طاقة متجدد Wind الwind شن نزل لها أنا نزل لها Turbine حتى تصير wind Turbine Turbine رياحي يعني معناها هذه Turbine Turbine يعني هذا المحرك فإذن الwind أنزلها كلمة Turbine بعد عدي غاز أوصل هوية Greenhouse فأصير Greenhouse غاز يعني ما الاحتباس الحراري هذا الغازات السامة بعد عدي warming أوصل هوية Global حتى تصير Global warming الاحتباس الحراري Landfill ما موجود هاي زايدة اللي هي المكب الصحي الطمر الصحي المكب النفايات زين هذا وفي حالة جدت توصيلات بس مجرد توصل بيناتهم يعني Greenhouse توصلها ويا الغاز Global توصلها ويا warming وهكذا في حالة إذا جدتك مكملات معنى يعني أنت لازم تحافظ لن يحفظ على اسمك هاي Park Ranger كن حافظ وحفظ فإذا يشيل لك كلمة من عدها كنت تذكر وتكتبها قبل بالفراغ Renewable Energy Resource أو Energy Source طاقة متجددة Wind Turbine اللي هي Wind رياح Turbine يعني Turbine رياح بعد Natural تنزل يمها كلمة Resource أو كون تحافظ تكتبها كتابة Greenhouse تنزل يمها غاز أو غاز عادي Global تنزل يمها warming حتى تصير احتباس حراري عندنا هاي توصيلات هاي 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 فقط توصيلات طبعا هنا هنا اكو خطأ بالملزمة هذا محرف G وإنما حرف D Wind Many wind Turbines العديد من Turbine الرياح نوصلها طبعا ويا B اللي هي Have been built قد بنيت in Europe في أوروبا طبعا حلو كلها جوة هاي هاي الحلو كلها جوة موجودة النقطة رقم 2 People who live near wind farms الناس اللي يعيشون بالقرب من Turbine الرياح انوصلها طبعا ويا C شبيهم نير بالقرب wind farms بالقرب من حقول الرياح يعني شي عانون يعانون من نويز الضوضاء The land under the wind Turbines الأرض اللي يصير تحت التوربينات اشبيه can be used for agriculture يمكن استخدامها لإجل الزراعة إذن أوصل هوية اي النقطة رقم 4 Building a wind Turbine بناء توربينات الرياح is an expensive project هو مشروع غالي Wind power Wind power يعني طاقة الرياح أوصل هوية E has been used for thousand of years يعني تم استخدامها لآلاف السنين وهنا نكون خلصنا هذه التوصيلات والإسقاطات طبعا هذا قطعة يعني مسوين عليها أسئلة ما المبني للمجهول يعني جدا بسيطة ما بها شي هي ما تجيكم هالشكل بس تحلوها بالمبني للمجهول فهي نعتبرها خط ما قد ضيع وقتنا بها المبني المجهول لا أخذ وما لدينا مشكلة وهاي حلولها يعني زي هل ستقول شون عرفان الزمن إذا أنا بيدح لهذا القطعة يعني هل تحتاج لها شوية معمى أكو معمى شماري يعني موجود جديد أو مدينة فتحة جديدة فهي رح نخليها بالمبارع مبني المجهول بالمبارع فالبي تتحول لو إز لو آر لو آم حسب الفاعل فاعل مفاد فالصر إز لكن مثلا هنا هساعد د اللي هو إت هذا الفاعل إت هنا كرييت يعني قد بنيت إن جوردن اللي هي في الأردن إت كرييت قد أنشعت يعني بالماضي إن 1975 هذا ماضي إذن مبني المجهول بالماضي فالإت شرح ياخذ بالمبني المجهول بالماضي ياخذ فعل المساعد بوز والكرييت يصير تصيف ثالث مضيف لدي حتى يصير إلى الأضافة بالأخير إيدي حتى يصير التصيف الثالث حس هذا التموين ممهم مضيعة وقت ما يجي كالشكل اطمئن هاي مجرد حتى يقول الطالب والأستاذ ببناتهم إذن هذا نعبغ المنتوجه دقيقة طبعا عندنا هذه القطعة ما مطلوبة لا تدوخ نفسك بيها فرات ريفر ما مطلوبة من عندك طبعا طلاب وصلنا لهذه الصفحة بيها بس هذن مهمات هذن مراتيجا على شكل توصيل وأكثر شجن توصيلات توصل بين اتهم أو مراتيج تعاريف يعني يكون تحافظ يعني يجي فراح وتكون حافظة وتكتب جواب على سبيل المثال يجي يقول معاكس لكلمة ديب ديب معناها عميق شنو عاكسها عاكسها شاء الله هاي المفاوض تحضيها بالثالث متوسط عاكسها شاء الله سطحي بعد بقايا البناء شنسميها نسميها رونز هاي ممكن رونز تيجي توصيل توصلها ويها هاي الجملة اللي على يسار وممكن لا ممكن تيجي فراغ يعني هالشكل فراغ وتكون نحافظ الكلمة وتكتب رونز رونز يعني آثار ببقايا البناء شنسميها رونز آثار بعد منطقة تحتوي على المياه لأجل التوزيع ننزل لها كلمة ريزروفوار يعني شو مثل نقول خزان ريزروفوار خزان أو تانكي يعني من هالقبيل زين أو تانكي ما التوزيع خزانات ما التوزيع خزانات مع المياه يعني مو تانكي هذا مع البيت لا خزانات مع المياه ممكن تكون على شكل سدود ممكن تكون على شكل مرتفع بكمية من المياه مو بالضرورة يكون تانكي هذا بالبيت بعد كلمة عامة لأجل القطن ويت القمح بيرلي والشعير واشتعرف شعفوها نسميها كرابس كرابس ننزل كلمة كرابس إذا جدتك إسقاط وإذا جدتك توصيل نوصلها وإذا جدتك فراغ كن نكتبها كرابس اللي هي محاصيل ما أخذيها بالثلاث متوسط ولهنا نكون خلصنا لكم اليوم الثامن ادعو لي بالصحة والعافية اش عندي هس هنا عندي طبعا انشاء مالوحدة الثامنة شون عرفة من هذا العنوان مالته هذا العنوان مالته هو أصلا لازم طرق الناس من خلالها يساعدون في تحسين البيئة هو هذا عنوان الانشاء طبعا لا تنسى أن تأخذها هذا السطر اللي أطبت لك تكتبه هنا تكتبه بالمقدمة بداية الانشاء الدور تبدأ انشاءك في بعض الأحيان الطريقة التي نستخدم بها مصادر الطبيعية يمكنها أن تؤذي البيئة البيئة مالتنا استخدام استخدام الفحم والبترول produce greenhouse gases ينتج عنها الغازات السامة that contribute والليساهم to global warming بالاحتباس الحراري لذلك هذه المصادر الغير متجددة يجب استخدام بحكم قدر الإمكان نحن يجب أن نركز على بعض الطاقة النظيفة مصادر الطاقة النقية مثل طاقة الرياح which doesn't produce any gases والتي لا تنتج أي غازات another problem المشكلة الأخرى is deforestation التصحر cutting down trees قطع الأشجار that are the source of the much that are the source of much of the world's oxygen واللي هي المصدر الأساسي والمهم للأكسجين well definitely سوف بالتأكيد damage our environment سوف بالتأكيد تؤذي بيئتنا so there لذلك وجد there should be لذلك يجب أن يكون العفوق شنو be new regulations لذلك يجب أن يكون قوانين أنظمة جديدة قوانين جديدة قوانين المن for logging companies لأجل الشركات القطع مع الأشجار to help protect the environment لمساعدة في حماية البيئة we must also deal يجب أيضا أن نتعامل with the problem of waste وي مشاكل النفايات buried waste النفايات المدفونة can pollute water يمكنها أن تلوث المياه in streams في مجاريها rivers وأنهارها and even seas وحتى البحار مالتها one solution أحد الحلول is to encourage people هي لتشجيع الناس to recycle their waste أن يعيدون تدوير نفاياتهم وهذا خلاص الإنشاء راح عيد أقرام مرة ثانية sometimes أحيانا the way we use our natural resources الطريقة اللي نستخدم بها مصادرنا الطبيعية can harm our environment يمكنها أن تؤذي بيئتنا using coal and petrol استخدام الفحم والبترول produce greenhouse gases ينتج الغازات السامة that contribute to global warming والتي تساهم بالاحتباس الحراري therefore لذلك those non-renewable resources هذه المصادر الغير متجددة must be used as wisely as possible يجب استخدامها بحكم قدر الإمكان we must also focus on some clean energy resources وإحنا يجب أن نركز أيضا على بعض الطاقة النظيفة like wind power مثل طاقة الرياح which التي doesn't produce أو does not produce التي لا تنتج any gases أي غازات another problem المشكلة الأخرى is deforestation واللي هي التصحر cutting down trees قطع الأشجار that are the source والتي تعتبر مصدر of much للكثير of the world's oxygen للكثير من الأوكسجين في العالم will definitely سوف بالتأكيد damage our environment سوف تؤذي بيئتنا so there should be new regulations لذلك يجب أن يوجد أو يجب أن توجد هناك قوانين جديدة for logging companies لأجل شركات قطع الأشجار قوانين تمنعهم عن قطع الأشجار بإسراف to help protect the environment لأجل مساعدة حماية البيئة we must also deal with the problem of waste يجب أن نتعامل مع مشكلة النفايات buried waste النفايات المتفونة شبيهة can't pollute water يمكنها أن تلوث المياه in streams في المجاري أو الجداول في المياه rivers الأنهار and seas أو says سيز البحار وحتى البحار even says وحتى البحار زين one solution أحد الحلول is to encourage people هو لتشجيع الناس to recycle their waste لإعادة تدوير نفاياتهم ولهنا نكون خلصنا اليونت الثامن بقد عدنا بس قطعة الكناري إن شاء الله نأخذها لكم ونخلص نخلص لكم المنهج بالكامل وما عندنا بأي نقص وكل أصاب اليوتيوب وجان أقض لأن بعد ما عندكم حجة وكل التوفيق هذا الإنشاء طبعا من الإنشاءات المهمة والمرشحة اللي رح تجيكم بالامتحان تمام فرجاء نركزولي على الإنشاءات هذه الطوني مجال طبعا الإنشاءات المرشحة لطلاب 2024 الدور الأول اللي إن شاء الله وحي يجي واحد معدن بالامتحان اللي هي ممكن يكون إنشاء اليونت الثاني ممكن يكون إنشاءات اليونت الرابع اللي هنا إنشاءين ممكن يكون إنشاء اليونت السادس وممكن يكون إنشاء اليونت الثامن هذا اللي هسه قرأته لكم فذلني أهم إنشاءات بالدور الأول راح يجوا واحد من عدهن اليونت الثاني والرابع والسادس والثامن هنذني اللي يريد يتركزولي عليهم حتى إن شاء الله أضمنون نجاحكم وكل التوفيق يا ربي